فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء الثامن والثمانين للحج الشعبي مضافة مفخخة في منطقة العيث كانت تستخدم من قبل عناصر تنظيم داعش جاء ذلك في اليوم الثاني للعملية الأمنية الواسعة التي تهدف لتأمين مناطق شركة زلاح الدين وملاحقة بقايا التنظيم فيها كما ضبط قسم استخبارات قيادة عملية سامراء سبعة صواريخ ضد الضروع وأجهزة موبايل مسلكة ومواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة